في الثقافة مايكل أنجيلو أحد أبرز الفنانين الكلاسيكيين عاش 88 عاما مليئة بالإبداع وإحياء لذكراه معرض في العاصمة البريطانية يسلط الضوء على آخر 30 عاما من حياته أكثر من خمس كورون ولمساته بعد بتصحر الملايين أعمال تميزت بالإطقان خصوصا لناحية البراعة بتشريح الجسم البشري واستخدامه لتقنية الكياروس كورو أي الضوء والظل عم نحكي عن مايكل أنجيلو الفنان الإيطالي أحد أبرز رواد النهضة الفنية الكلاسيكية بالغرب ولد مايكل أنجيلو عام 1475 بكابريسي بإيطاليا وتوفى بالعام 1564 بروما أشهر أعمال هالفنين تمثيل ديوود ونصب لبيتا بكاتدرائية القديس بطروس بالفاتيكان وسقف كنيسة 16 وجدارية الحكم الأخير كمان بكنيسة 16 واليوم معرض بالعاصمة البريطانية عم بيستعيد السنوات لتلاتين الأخيرة من حياته ومن أجل أنه يكون في يوم المعرض عم يستعيد أعمال الفنان وأيضاً عم بيغوث بخصوصيته من قصائد كتبة ورسائل حميمة تكشف عن شغفه وألقه الشخصة